موسيقى الدنيا يعني من ساعة ما اتجوزت لغاية لما ربنا كرمها وجات خديجة للحياة حكيت لي قصتها كده وأنا بصراحة يعني تعطفت معها وقالت لي بالمستندات وبعدت لي المستندات والورق وكل ما يثبت كلامها وفعلا أنا كتبت الموضوع ونزلته عندنا في دوت مصر وحقيقة لقيت تفاعل كتير جدا مع القصة وبعدين اكتشفت النهاردة لقيت أنه كابتن محمد ممضوع حاشم منزل بوست كده على صفحيته وبيقول أنه كلام ده كله غير صحيح وأن دوت مصر قال الكلام غير مظبوط فبصراحة أنا قررت أن أنا أنجي من إحنا بدأنا الموضوع فأنا قررت أن أنا أنجي هنا بيت نهال وأعود مع نهال ووالدة نهال وأبو نهال التاني اللي هو مربيها وزوج والدة نهال وكمان نشوف خديجة وبالمستندات عشان نقول إحنا ما منقولش كده وخلاص يعني إحنا جايين فعلا إحنا عايزين نساعة خديجة إذا ربنا إداها العمر إن هي تعيش تاني عشان خاطر والدتها وعلشان أكيد لي حكمة في ده فأعتقد صعب إن إحنا نسحب منها حياتها ونقولها خلاص يا خديجة كده قد ترخيرك مش عايزينك تكملي معنا مشوار الحياة أنا قلت أبدأ بيك الأول علشان تقول إنا يعني أنا شاف إن حيك هي متولية الأضايا كلها ومعينك الورق وهتفيديني أكتر كمان من نهال في حتة بقى قصة الورق والأضايا وكده لما دخلت المستشفى في شهر تسعة دخلت بالتهاب رئي ساعة اللي فات 2016 فنهال كده بتعرفيه سبوك إن البنت تعبانة وفي مستشفى كذا فالمهم إن إحنا عادنا تقريبا سبوع وبعد كده خرجنا الجدة بقى اللي هي أمه وتواصلت مع الدكتور محمد عمر ده دكتور أطفال وقالت له أنا عايز أعرف خديجة عندها إيه فقال لها أنا لم يقدرش أقول لك عندها إيه إلا لما أوصل يعني تواصل مع أهل خديجة فالمهم فقالت له قال لها إنها البنت عندها مرض جيني دوي راسي والمرض دوت بيأثر على العضلات واللي بيبقى عندهم المرض ده يعني بيبقوا نادر قوي إنه هم يعيشوا يعني أكتر من سنتين العلاج تتعمل في شهر ديسمبر 2016 في أمريكا في الوقت ده مكانش فيه عليك فقال لها الاحتمالات مش قوية وبتاعها وحيطها بقى طبعا إحنا في هذا الوقت كان فيه دعوة بقى نفقة وبتاع هم طبعا قدموا للعقد أبو 1500 جنيه ما عليش احكي لي بقى العقد أبو 1500 جنيه ده اللي حصل في النفقة لازم تقدمي الدخل للزوج إيه فإحنا رحنا عشان المحكمة ديتنا أمر لنادي الزمالك عشان نجيب ورقة بمستحقاته نادي الزمالك دينا جواب باسم غلط برقم قضية غلط بمبلغ غلط فروحنا للاتحاد الكورة الاتحاد الكورة دينا عقد مختوم بختم النصر إنه متعاقد مع نادي الزمالك بياخد مليون جنيه في السنة قدمنا العقد في المحكمة المحامي بتاعه ما كانش عارف نحنا هنقدم العقد فروح ما قدم عقد ب1500 جنيه إنه هو في نادي الزمالك بياخد 1500 جنيه وقدمنا العقدة بمليون جنيه والمحامي بتاعه ما تعانش عليه وما رفضوش ما قالش حاجة عليه خلص لأنه ما قدرش يطعن عليه ختم النصر يعني بالتالي اتحكمت في دعوة النفقة ويعني ما اتحكمش كما ياجب بس اتحكمت وهم بقى عملوا استئناف على النفقة عشان بيقولوا لا ده برضو هو بياخد 1500 جنيه برغم العقد برغم إنه هو دلوقتي بقاله عام العقد بقاله سنتين في نادي في فرنسا عندنا اسم النادي وبرضو خطبنا النادي للفرنسا وكل حاجة والسفارة في فرنسا عارفة السفارة المصرية في فرنسا عارفة وهو بياخد مبلغ في حدود مليون يورو في السنة ومع هذا برضو هو بيقول إنه بياخد 1500 جنيه في الشهر هو من ساعة وعنده 12 سنة هو في نادي الزمالك في عقد منتظم بياخد فلوس يعني ما قاعدش هو المحامي بتاع بيقول لا ده بيلعب ماتش هو بقاله من هو عنده 12 سنة منتظم داخله ثابت أنا شايفة هنا في قضية النفقة 5000 ليا لنهال واربعة الخديجة وشايفة إنه هم هنا في العقد بيقول إنه البنت تاخد البتين لبن بس في اليوم؟ هو المحامي بتاعها هي مش محتاجة غير البتين لبن دي بترضع فإيه الفلوس دي كلها؟ والعلاج بتاعها وكده بشو عرفنا هي مريضة؟ يعني مش معترفين بالكلام مش معترفين هي مريضة بتاخد أدوه؟ ما طعنوش على الورق اللي تقدم في علاج البنت، الورق ده كله متقدم في المحكمة محدش طعن عليه طب أنا شايفة هنا إنه كمان في ده الورق بتاع القضية نفقة قزي، أنا شايفة هنا إنه في عندي فتورتين دي لما خديجة تابت عدة شهرين في العناية المركزة دي لما خديجة قلبها وقف دخلت المستشفى يوم 22.04.2017 وخرجت منه يوم 25.06.2017 وإنتو دفعين 170.300 ده بعد خصم 20% اللي هو الكارت الطبي اللي مامة خديجة آه، اللي مامة خديجة عاملة كارتي ليها وكمان عندي اتنين مستشارين متنازلين عن أتعابهم الدكتور وأستاذ الدكتور محمد عمر وأستاذ الدكتور واقل لطفي الاتنين الدكاترة دول أساتذة هم تنازلوا عن أتعابهم يعني المتابعة بتاعت خديجة لمدة شهرين أنا الدكتور قال لي لو إحنا حبي يعني إحنا إطرينا نحط خديجة تحت جهاز تنفس نحطها ولا نسيبها قلت له أنا ورا خديجة لحد آخر نفس لو قعدت تحت جهاز التنفس من سنة لعشرين سنة أنا وراها لو حتى هبيع عفش بيتي يا ربنا يا بركة شاء الله ربنا يا شفية وتبقى زيل أنا مبسوطة أن أنت حقيقي يعني 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 ورا حفيتك يعني في ناس تقول لك خلاص مبلاش أمبرح لما كلمتيني كنتي بتبكي طب أنت عايزة إيه؟ أنا مش عايزة جي بقى تعياتي ده أنت ده أنت أم قوية بقى يعني جدة دي أم برضو وبعدين نيهال كمان يعني ربنا كريم هنيها ليها أم طيبة كده وإحنيينة كمان الحمد لله طب أنت عايزة إيه دلوقتي؟ أنت حضرتك أنا كنت بقول أن أنا خسرت عفش بنتي وهدومها وشبكتها ويعني خسرت حياة كثير قوي في الجوازة دي وطبعا خسرت سمعتنا تقال علينا كلام مش كويس وتقال على البنتي برضو كلام مش كويس وقلت أن ربنا عوضني بالبنت وأنها تجري قدامي ده بالدنيا ولي حصل بقى أنها ربنا عايز لها كده وبس وخلاص يعني الحمد لله برضو قرأ بقول الحمد لله أنا طلعت عند خديجة في القودة ومعي نيهال ما ميتها علشان نشوف حقيقة خديجة يعني نشوف حالة خديجة أنا ما بحبش كده بس إحنا مضطرين عشان نقول الناس خديجة هي خديجة قعدة على الجهاز وليلي نيهال ده إيه؟ سيدال تيوب المفروض بدل ما كان يطلع من بقاها بسبب الكرح الكثير اللي جات لها في بقاها فاضطرينا إن إحنا نعملها حاجة اسمها شقة حنجري الشقة الحنجري ده بيبقى تيوبة دخلة من الزور ديريكت عرقة خارجة من الجهة التيوبة اللي بره دي على جهاز التنفس ديريكت لي بتبقى سهلة نهاية تتنفس على طول طبعا الجزء الفقين ده مش هيبقى شغال مش تعرف تتكلم مش هتعرف تعبر عن أي أصوات ما فيش خالح حلاص الحنجرة جالها شقة فيها فمش هينفع يطلع منها أي أصوات تتنفس من بقاها دلوقتي؟ تتنفس من هنا من رقبتها بس مش هنقدر نبلعها مش هنقدر نيكل مش هنقدر نعمل أي حاجة دي قدتلي عن ده حاجة بطنها اه عملا لها زي تيوب هنا كده دوت ده موجود بيطلع منه الأكل على طول ديريكت ليها يعني هنا انتي بتحطلها نعم بنفتحها كده بنفتحها لها كده وبنحط لها تيوب تاني عشان نأكلها بالسرينجة والأكل طبعا لازم يبقى لكود جدا ما يبقاش في أي نوع من ان هو يبقى تقيل عشان يعرف ينزل على طول من خلال التيوب طب وهي ما بتتحركش خلق لي حطلها ده في رجليها ده ايه؟ هي دي جا من من كتر ما هي نايمة فابتدى ان رجليها ترمي لقدام يعني كف رجليها يبقى رامي لقدام يبقى فيه ارتخاء تام في عضلتها فدكتور العلاج الطبيعي اللي بيجي لها قال لنا لأ ما ينفعش كده عشان ما بوص كمان الرجلين كفاية السدر عندنا فابتدينا ان احنا نحط لها زي جزم تفضل عاملة شايب لرجليها بالزبط وده الجهاز التنفس الصناعي وده المانوتر اللي هي على طول بيبين لنا الاكسجين اللي جوه جسمها والهارت ريت بتاعها هي على طول محطوطة على الاكسجين ده الاكسجين بتاعها احنا عندنا الجهاز التنفس الصناعي فيه بطارية المانوتر فيه بطارية ده بيفصل دايريكت وانس إن النور قطع الطيار قطع فده بيفصل فاطرينا ان احنا نجيب استوانة اكسجين عشان تبتدي نهاية غزية يا دوي يعني لو دات اه هو اكسجين عادي امبوبة اكسجين عادية زيلة في المستشفى بس انت عايزة ايه لخديجة دلوقتي يعني انا عارف ان انت اخذت لك فتوى سألت اه ان انت تشيلي افتا لان بنتي عمرها ما هتعرف تعيش حياة قدمية لان علاجها مش موجود وهيبقى اهدار للمال طبعا انا رفضت كزاي امي يعني اي امه عمرها ما هتشوف بنتها تدخين قدام عينيها يعني فانا رفضت ان انا شين من على بنتي الاجهزة وهكمل معيها وطبعا اهلي ابويا وامي ربنا يخليهم لي هم اللي في داهري على طول لانا عايزة الخديجة ما ينفعش ان بعد ما قلبها يقف وربنا يديها العمر تاني انا بقول عليك قوية تعياتي ما ينفعش اي جدخل عنا ما ينفعش ان انا اقول لها لا اسفة مش هقدر تكملي عشان ابوكي مش عايزة يشوفك وهي اه ما عندهاش في الدنيا حاجة حلوة تعيش عشانها لي عندها امها وعندها جدتها اه يعني انا عارفة ان بنتي حاليتها دلوقتي هتبدل طول عمرها قاعدة على الجهاز التنفس الصناعي لحد ما تقابل واجه كريم عمرها كله هتبدل قاعدة على الجهاز اه لا ولو ما اخديتش التريتمنت بتاعها لنهاية تسيفر برا وتبتيت تبتدي العلاق بتاعها اه انا بنتي هنا انا جايبالها ادريلالين في البيت وجايبالها كل حاجة ليها علاقه بتوقف القلب عشان لو حاصل اي اسعافات يبقى فيه اه ما ينفعش ان اذا ما بنتي متمسكة بالحياة وربنا مديها عمر او لا انا مش هقدر اكمل فهشيل من عليها الاجهزة ايا كان الموقف وايا كان ان انا مش هقدر اكمل لها او ما كمل لهاش بس بنتي ليها حق لازم تاخدوه اه زي ما ربنا اداها حق انها تعيش هي ليها حق انها تاخد حقها من ابوها من اهل ابوها اشتركوا في القناة